جزاك الله خيراً أريد أن أسأل هل يجوز أن أصلي الصلاة مرتين مرة مع بنتي بصوت عالي حتى تتعلم الصلاة ثم أصلي صلاتي العادية نعم يجوز لكن تنوين بالصلاة الأولى مثلاً أنها صلاة نافلة مثلاً تصلي صلاة نافلة وهي تصلي معك مثلاً ثم إذا أردت أنت أن تطيل في الصلاة مثلاً وتخشعين فيها مثلاً فتصلي بنية الفريضة طبعاً وأيضاً لا بأس ممكن أن تطيل أحياناً الأم مع ابنتها ممكن تتعود البنت وشوف أمها تطيل في الصلاة فأيضاً تأخذ هذا منها أيضاً هذا جميل فتارة هكذا وتارة هكذا لكن هذا جائز وبالنسبة لرفع الصوت بالصلاة يعني يمكن أن ترفع الأم صوتها في الصلاة حتى إذا صلت الفريضة مرة واحدة ويكون هذا جائز طبعاً ما يكون في الصلاة السرية لأن هذا خلاف السنة لكن إذا كانت في صلاة الصبح أو المغرب أو العشاء ترفع صوتها الأم بالصلاة والبنت تسمعها وحتى في التكبيرات أما في الصلاة السرية تقول لابنتها تعلمها السنة والأحكام الشرعية بدل أن تصلي بها صلاة الظهر وهي ترفع صوتها كل حتى أعلمها لا أن تعلميها السنة علميها الحكم الشرعي أننا نحن الآن نصلي أنت إقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة وهكذا ثم لا بأس أن ترفع صوتها بالتكبيرات هذا لا بأس به ترفع صوتها بالتكبير نعم عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة فرفع صوته بدعاء الاستفتاح من باب التعليم لكن ليس هذا بشكل دائم فإذا كان هذا أحيانا في صلاة الفريضة رفع الصوت بدعاء الاستفتاح بالتحيات فهذا جائز من باب التعليم لكن ما يكون هذا بشكل دائم فإذا أرادت يعني وهذا يمكن أن يكون مرة مرتين تتعلم ثم تحفظه في خارج الصلاة ثم تقوله في الصلاة نعم لكن إذا فعلت الأم مثل هذا يعني كما قلت هذا جائز لكن تنويا تصلي النافلة ثم تصلي الفريضة والله أعلم اشتركوا في القناة